ادوان اسرائيلي اخر استهدف لبنان قذائف مدفعية سقطت على تلال كفرشوبا ومحيط بلدتي كفرحمام وحلت اللبنانيتين الحدوديتين مع فلسطين المحتلة جيش الاحتلال الاسرائيلي تحدث عن اطلاق صاروخ من الاراضي اللبنانية انفجر قرب الحدود وقال انه قصف المنطقة التي انطلق منها الصاروخ فيما لم يؤكد الجانب اللبناني هذا الامر وكذلك قوات اليونفل العاملة في جنوب لبنان الاعتداء الاسرائيلي يأتي بعد سلسلة انتهاكات اسرائيلية للسيادة اللبنانية ولا سيما خارج ما يعرف بالخط الازرق مع اكتفاء قوات اليونفل بالمراقبة وهو التصرف عينه الذي رافق اعمال التجريف الاسرائيلية في تلال كفرشوبا المحتلة التي واجهها الاهالي قبل نحو شهر بمؤازلة الجيش اللبناني بيد ان التطور الاقتر تمثل في بناء جيش الاحتلال جدارا اسمنتيا ضم القسم الشمالي من بلدة الغجر المحتلة الذي يقع داخل الاراضي اللبنانية وهو ما حذر منه حزب الله الذي وصف هذه الاجراءات الاسرائيلية بالخطرة ولا سيما ان الامم المتحدة تعترف بهذه المنطقة كجزء من الاراضي اللبنانية وهذا امر لا نقاش فيه ولا نزاع بشأنه حزب الله حذر من التطور الكبير في الغجر الذي يجسد احتلالا كاملا للقسم اللبناني من البلدة بقوة السلاح وفرض امر واقع فيها ودع الدولة والقوى السياسية والشعب اللبناني الى التحرك لمنع تكريس الاحتلال والعمل على تحرير الغجر وزارة الخارجية اللبنانية اعلنت رفضها الاجراء الاسرائيلي على ان تناقش الامر خلال جلسة التجديد لقوات اليونفل اواخر الشهر الحالي وبدورها رفضت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الاعتداء الاسرائيلي وكذلك استنكر الامر اطراف سياسيون لبنانيون اعتداءات اسرائيلية متجددة على لبنان وقصف لخراج بلدات حدودية لبنانية وضم القسم الشمالي من بلدة الغجر اللبنانية وسط صمت قوات اليونفل وتحذيرات المقاومة والحكومة من تبعات اجراءات جيش الاحتلال عباس صباغ من منطقة الغجر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة الميادين